الصين تدخل الحرب إذن هي حرب عالمية ثالثة الصين تدخل على خط النار بين روسيا وأوكرانيا وتجتى حدود تايوان جوا وبحرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام في البداية نذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن هناك تسع طائرات عسكرية صينية قد دخلت المجال الجوي التايواني يوم الخميس الماضي وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توقع أن تقوم الصين بمهاجمة تايوان لاحتلالها بعد قرار الرئيس الروسي بوتين ضم إقليم من شرق أوكرانيا رأى ترامب في تصريحات أدلة بها أن الصين ستكون هي التالية للتحرك بقوة على المسرح العالمي بعد أمر الرئيس الروسي بدخول قوته إلى شرق أوكرانيا نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن ترامب قوله في برنامج تلفزيوني أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتخذ منهج إقراءات روسيا ضد أوكرانيا كإشارة له لاستعادة تايوان أضاف ترامب الصين ستكون التالية هذا أمر مؤكد معتبرا أن روسيا لم تكن تتجرأ على خطوات الضم لو لم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضعيفا وردنا على سؤال بشأن التحرك الصيني قال ترامب أنهم ينتظرون إلى ما بعد الأولمبياد والآن انتهت الألعاب الأولمبية عليك البدء في النظر لساعة التوقيت الخاصة بك أليس كذلك الرئيس الصيني يريد فعل ذلك أنتشرت أنباء عن دخول سفن صينية حربية إلى المياه الإقليمية قبل قليل إلى تايوان سلم يا رب سلم أنها حقا حرب عالمية ثالثة شكرا جزيلا دمتم في أمان الله شكرا جزيلا